المدارس الكنائسية تاريخ مصر الحديث حيث بترجع فكرتها إلى محمد علي باشا اللي كان مهتم بالتعليم وجي من بعده سعيد باشا واسماعيل باشا اللي قدموا دعم كبير للمدارس دي لحد ما بقت النهاردة أكتر من 170 مدرسة منتشرة في جميع محافظات مصر تعتبر مدرسة القديس يوسف أول مدرسة كاثوريكية في مصر وده بدعم من الخديو اسماعيل اللي بعت 12 فرد من أفراد الأسرة العلوية للمدرسة بهدف إعدادهم لتولي المناصب الرئيسية في الدولة وبتعرف المدارس الكنائسية في مصر بمدارس الراهبات أو الرهبان وبتنقسم إلى أنواع كتير أشهرها المدارس الفرنسية وهي أكترهم انتشارا ومن أبرز المدارس الفرنسية هي مدرسة الفرير ونوتردام والمرديديو وطبعا المدارس الكنائسية مش كلها تابعة للكنيسة الكاثوريكية فهنلاقي أن في مدارس تابعة للكنيسة الإنجلية ودول عددهم 60 مدرسة ودول لهم أمانة عامة مسؤولة عن إدارتهم وتابعة للمجمع الأعلى للكنيسة الإنجلية والنوع الثالث هم المدارس الأرثوذوكسية وعددهم 50 مدرسة تابعة للإبراشيات المختلفة ودلوقتي بتعمل دراسة لعمل قطاع يجمع العمل التربوي للكنيسة ككل وبتشتغل المدارس دي كلها على تقديم الخدمة التعليمية والتربوية لأبناء المجتمع المصري كله مسلم ومسيحي ويعد أكتر الطلاب في المدارس دي من المسلمين فبنلاقي نسبة المسلمين في بعض المدارس بتوصل لـ 85% وطبعا المدرسين بيبقوا مسلمين ومسيحيين طب وإيه اللي خل المسلمين يقدموا عليها بالشكل ده؟ هقول لك يا سيدي عشان أولا طريق تدريس المناهج في مدارس الراهبات بتكون مميزة جدا لأن القائمين على مدارس دي بيحرصوا على تعيين مدرسين أكفاء عندهم القدرة على تبسيط المادة العلمية وشرحها بطريقة تناسب المرحلة العمرية للطالب وبجانب ده كمان فهم بيساعدوا في تنمية مهارات الطالب وتربيته بشكل إيجابي ده غير إن مدارس الراهبات بتهتم بتعليم اللغات للطلبة وبتحرص إنهم يتقنوها فبتخرج طلبة متميزين في اللغات واهتمام المدارس دي باللغات بيبان من بداية وقت التقديم فبنلاقي إنه بيكون فيه اختبار للطفل في اللغة عشان تتأكد من مستوى الطفل قبل قبوله ومن المميزات اللي فرقت مدارس الراهبات عن غيرها هو اهتمامها بمصطلح قديم كده أكيد تعرفه وهو التربية والتعليم لو فاكر كانوا دايما بيقولوا زمان التربية قبل التعليم وده كم من أسرار نجاح المدارس دي وده لأنها بتهتم بتربية أبنائها على احترام النفس واحترام الآخر بغض النظر عن اختلاف دينه أو شكله أو لونه واحترام النظام وعدم اختراق القوانين سواء قوانين المدرسة أو القوانين العامة وبتزرع فيهم حب العمل وإتقانه والتعاون والمشاركة الإيجابية وتحمل المسئولية والالتزام بيها وبالتالي نظام الدراسة فيها قائم على الحزم والتباع التعليمات عشان تخرج شخص ملتزم مش بيكسر القوانين ده غير إنها بتحرص على تربية جيل واعي مثقف منضبط عارف واجباته زي ما هو عارف حقوقه فبنلاقي المدارس دي بتقدم حصص مخصصة للسلوكيات عشان تعلم الأطفال مبادئ التربية السليمة وبنلاقي إن المدارس دي بتقوم بالتواصل الدائم مع أبنائها اللي بيمروا بظروف صعبة أو مشاكل حتى لو كانت مشاكل شخصية أو نفسية زي فقدان أحد الوالدين أو انفصالهم وهنا بنلاقي دور بارز وقوي للمدرسة في رعاية الطلاب دي لحد ما يعدوا الصعاب اللي بتوجههم ده غير إنها بتتواصل مع كل أبنائها في الأجازات لزرع الهمة والنشاط فيهم من خلال العمل الجماعي أو العمل الفردي وده عن طريق تكلفة الطلاب بمشاريع يقوموا بعملها في فترة الأجازات والقيم والمبادئ السامية دي هي اللي ميزت مدارس الرهيبات عن غيرها من المدارس وده اللي خل أولياء الأمور المسلمين يقبلوا عليها قبل المسيحيين ويفضلوها على غيرها من المدارس الخاصة والإنترناشنال وبتقوم مدارس الرهيبات برضو بالاحتفال بجميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية فبنلاقيها بتقوم بالاحتفال بالمولد النبو الشريف زي ما بيحتفلوا بميلاد السيد المسيح وده عن طريق إلقاء الخطب في الإذاعة المدرسية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه اللي يجب عليهم اتباعها وده طبعا بيقدموا المدارسين المسلمين اللي موجودين في المدرسة وكمان بنلاقي إن في الإذاعة المدرسية في بعض المدارس بيقوموا بتلاوة آيات من القرآن الكريم وجزء من الإنجيل ده غير تزيين المدارس لقدوم شهر رمضان وبتقوم بعض المدارس بإقامة إفطار جماعي لأبنائها وهنا بنلاقي وحدة وطنية ملهاش مسيل وبجانب المميزات دي بنلاقي إنها بتراعي الجانب المادي حيث إنها أقل تكلفة من المدارس الخاصة والمدارس الانترناشنال فبنلاقي إن متوسط أسعار مدارس الرهيبات بتناسب الفئة المتوسطة في مصر بس طبعا ما فيش حاجة خليا من العيوب فبنلاقي إن من عيوب المدارس دي هي صعوبة القبول فيها لأنها بتقبل عدد معين بس كل سنة وبيكون الأولوية للي سنهم أقرب لست سنوات فلو الطالب سنه خمس سنين واربع شهور ممكن يلاقي صعوبة في الالتحاق بالمدارس دي ده غير إن الطالب وأهله بيتعمل لهم اختبار لتحديد مستوى الأهل والطالب في اللغة الإنجليزية ومن أهم خرجين هذه المدارس في مجال الفن فالموسيقار العظيم فريد الأطرش ودنجوان السينما المصرية الفنان رشدي أبازة والممثل نجيب الرحاني المعروف بزعيم المصرح الفكاهي وكمان الفنان عمر الشريف اللي ظهر في العديد من أفلامه اليود وطبعا المخرج السينمائي يوسف شهيد ده غير المغنية والممثلة ليلة مراد ودي واحدة من أبرز الفنانات في الوطن العربي وطبعا الفنانة يسرى اللي اخترت في سنة 2006 كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن أهم خرجينها في مجال السياسة الرئيس المصري محمد أنور السادات اللي انتصر في حرب 73 وبوترس بوترس غالي الدبلوماسي المصري اللي شغل منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة وطبعا ما نقدرش ننسى غدا والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا حاليا ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية سابقا وصفية زغلول زوجة الزعيم والسياسي المصري سعد زغلول قائد ثورة 1919 وسوزان مبارك زوجة الرئيس المصري حسني مبارك ده غير فريدة عثمان السباحة المصرية الحصلة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية سنة 2017 وغيرهم نمازج مشرفة كتير وبكده تكون خلصت حلقتنا عن المدارس الكنائسية في مصر قل لنا بقى في التعليقات يترى تحب تدخل ولادك في المدارس الكنائسية ولا ليك رأي تاني